السلام عليكم وبركاته معكم ام كامل او محمود كامل النهار ده يا شباب وانجرب اغرب خداعات تيك توك في ماين كرافت ولكن قبل ابدأ المقطع ايس اقولكم على حاجة رسالة للولاد والبنات اللي ما بيحطوش ولا لايك ولا بيشتركوا في القناة شايفين الحمار الغلبان ده بالزبط يا شباب عشر ثواني والحمار ده يكون ميت لو ما دغطوش لايك ولا اشتركتوا في القناة وفعلتوا زر الجرس عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين وحطت لايك واشتراك خلاص انا مش بقوت الحمار عشان ات حطت لايك واشتراك هوت وهنقذ الحمار الغلبان الجميل دوت وابص مش خليه موت وهخليه عيش هوت بس هو احمر وشكله هو يعفل لا لا الحمد لله مش يعفل لا فانت حطت لايك واشتراك تمام تمام تبعيني على الانستجرام وندمك على الشاشة وبس سليكم مع المقطع اوكي يا شبانات ودلوقتي هنشوف الخرعة الاولى من اغرب خرعة تيك توك ولكن ابلاي حاجة ما تنسوش يصلى على النبي عليه افضل السلام والسلام دلوقتي شباب هنشوف ازاي بيعمل المزبح الاوتوماتيكي في ماينكرافت طبعا هنجربه مع بعض ولكن ابلاي حاجة اضغط لايك واشترك في القناة ويالله بينا نتفرق زي ما انتو شايفين يا شباب معاه اللي هو الريبيتر جايب كمية كبيرة وهو حافر فحرة او حفرة يعني مكان معايا مش شرط اعمل اي مكان عبارة عن مزبح بعد كده وصلهم بريدستون وتلعى لحد فوق بداعا السلام بعد كده حاط في ايميل بتاع تقريبا دوت مش عايف اسمه حاجة كده زي مش عايف اسمه ولكن هو عامل زي الفورن كده الصراحة واش اكل شباب الفورن اوكي شباب هوريكم دلوقتي اسمه هوريكم كل حاجة بعد كده حاط فيه اللي بستون زي ما انتو شايفين طبعا الاستيك بستون ده بيبقى معمول بالسلايم بحيس انو يشد الحاجة ويطلها اوكي بعد كده حاط فيه الكوارتز او البلوكات البيضة اوكي يا شباب يالله كمل كمل الله عليك كبير طبعا بيعملها بسرعة جدا بعد كده يا شباب زي ما انتم شايفين حاط برضو في الناحيات اللي هي المعمولة دير تدير حاط فيها كوارتز برضو اوكي بعدين حاط ووتر او مية اوكي بقى لما حاط المية زي ما انتم شايفين حاط سلابات من الكوارتز بحيس ان هي تبقى على الاحر و بتاعت حبام السباحة اللي هو عمله الاوتوماتيك حاط اللي فربع كده زي ما انتم شايفين يا شباب المسبح بقى يطلع وينزل ودلوقتي ده شكل المسبح قبل ما يتعامل ويا الله بينا نجربوه اوكي يا شباب انا بترجع تلكم مرة تانية زي ما انتم شايفين يا شباب جبت يا دوباك سلاب كورتز وكورتز عادي ووحدة ووتر وبعد كده شباب هنجيب معانا اللي هي قلتلكم شباب الفورن وهي الاداة دي اللي اسمها اوب سيرفر اسمها اوب ايه اوب سيرفر بعد ما اجيب الوب سيرفر هتجيب الريدستون العادي جدا اللي احنا بنستخدمه دايما في كل حاجة وهي هتجيب معاه واحدة ريفر وطبعا ليفر ليفر ريفر ايه ليفر اوكي يا شباب بعد ده كل يا شباب تبدو تعملوا المكان اللي انتو هتعملو في حمام السباحة طبعا انا اعملو صغير جدا مش شرط ان هو يبقى كبير يا شباب اعملو اللي انتو عايزينه فانا هعمله على قد يكون صغنون كده يا شباب اوكي هاكمل بس تحفير اوكي يا كبير طبعا مش عايزو كبير انا الصراحة عايزو صغنون كده يا شباب يبقى على الاد فأوكي نكمل عم كامل طبعا إحنا عشان فعالى مفلات فالبيدروك فيبان على طول اوكي يا شباب نكمل كده متاسباح لا wake up واحد سريع جدا اوكي كثر كثر كسر 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 كسه كملت تكسير يا شباب بعد ما قصرت ده كله المفروض ان احنا نعمل زي سلم هنا بحيس ان احنا هنحط живот بعد كده يا شباب نبدأ نعمل حركتنا لاستورية فهنجيب نسينا نجيب الريبيتر صح نجي نسينا اهو يا شباب ريدي ستون ريبيتر بعد ما اجيب ريدي ستون ريبيتر هتبدأ تحط ريدي ستون ريبيتر على الارض كده بنفس طريقة وما يكونش معمول يعني اللي هو ما يكونش سحبه لحد الاخر هو يكون زي ما هو محطوط كده وكده شباب بتحط الكمية بتاعتك هنا الاسطورية اللي انت عايزها على حسب الكمية اللي انت عايزها اوكي انا واخد الكمية ديت عشان المسبح بتاعي صغير يا شباب اوكي طبعا اللي بيحبه وكده هو اللي يعجبه موضوع حمام السباحة الاوتوماتيكي وتقدر تفاجئ اصحابك بيه عايزك تكتب بتاعت في الكوميتات هتفاجئ مين من صحابك في الاخر هنا اشياء هتحط ريدي ستون كده اوكي بعد كده توصلوه كده كده بس اوكي كده كويس جده بعد كده يا شباب هنا هتقوم وحطين الاوب سيرفر اوكي الاوب سيرفر اه اتبوك عن الاوب سيرفر ده لازم يتحطه انت مشفت فانا الصراحة مش عارفهم ما عملوه ازاي اوكي احط بالجنب كده اه اوكي احط بالجنب كده يا الله شباب هست ده كتير جدا اوكي تمامش يلا شباب يلا diنا اوكي اوكي هنحط اللي observر بتاعنا كده لحد الاخر بتاع الحمام انا حركتي دي سَاعا اوكيени رجح نتنب تاني اوكي ه شباب نكمل يا الربي بس ما فيش حاجة ببوز لان الصراحة لو في حاجة بفضل اعتبر انه كلو بفضل يا شباب لانه كلو يبقى متوصل بحاجة واحدة بس اوكي يا شباب نكمل كده نكمل اوكي اوكي نكمل يا اوكي مكامل بعد ما توصل لحد هنا بالزبط بعد ما توصل لحد هنا مش لازم ان تعمل على او لازم ان تعمل عادي مش شرط براحتك زي ما انت عايز. بس انا صراحة مش اعمل عشان تفضل دي متوصلة. اوكي يا شباب نكمل كلا. بعد كده هتحط هنا اا الستيكيبستون. نسينا نجيب الاستيكيبستون. اوكي هنجيب الاستيكيبستون واي ات. نبدأ نحط بالطريقة دي. اوكي. اوكي. اوكي يا شباب. اوكي. اوكي تمام. ما نحط في المكان ده كله وبعد ما نحط هزبط المزبح شوية وارجع لكم. اوك يا شباب ورجعت لكم مرة تانية بعد ما تم التعديل على المشروع بتاعي شوية يا شباب. دلوقتي هنبدأ ان احنا نقفل فوق الابيض بتاعنا الجميل. مش عارف تكسر كله مرة واحدة لكرة اوك يا شباب نكمل نكمل. هنبدأ ان احنا نقفل حمام السباحة بتاعنا الاستوري. بعد كده شباب هنطلع ببلوكة تانية ان عشان احنا في عالم فلاية. لو احنا مش عام فلاية هتزبط معك من اول مرة ومن غير اي تعب من غير اي موجود من غير اي حاجة فنبدأ دوقتي احنا نعمل المكان بتاعنا الاستوري كده. اوكي اوه همام السباحة بتاعنا لحد هنا كده. كده. اوكي نقدر بقى ان احنا نشير الكلام ده ملوش لازمة. اوكي يا شباب اوكي. ده ملوش ملوش لازمة خالص. اوكي دي اللي لها لازمة بس. حتوقع ان دي كبعا لها لازمة. ياب. هي دي اللي لازمة. اوكي يا شباب. دلوقتي مفروض ان انا هحط مياه هنا. اوكي. اوكي. بعد ما تحط مياه امكان مفروض ان انت تشغل الليفر بقى. لو شغلت الليفر دلوقتي المفروض يا شباب ان حمام السباحة يطلع وينزل ويبقى شكل غسطري جدا. فانا جاهز وباسم الله الرحمن الرحيم. سري تو وان. اه هو هو فيه سؤال بس. هي هي المياه راحت فين بس. عشان عشان انا بقى فاهم بس. المياه راحت فين بس عشان انا بقى فاهم. هي كل حاجة مشي التمام. بس المياه اللي هنا راحت فين. هل انا عامل حاجة غلط طيب. اوكي. اوكي المياه راحت فين. شباب تقيم الخلعة دي خمسة من عشرة. هي المفروض تزبط ولكن انا اللي عملها غلط فهديها خمسة من عشرة شباب وانتو قربوها بعد تالي على الانستجرام بتاعي. فانا عملها صح. يلا بينا اخير لعلي بعدها. يلا بينا. كده شباب الانتو دلوقتي جينا بالخلعة تانية من اغرب خلعة تيك توك بيقولك ازاي يعني تبقى محترف محترف انك تجمع موارد تبقى احسن واحد في السيرفر انك تجمع وارد من 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 اي حاجة هي الطريقة الوحيدة اللي انتو شايفين هده يا شباب طبعا في عرب جربوها ولكن ما كانش حد فيكم ازاي يعني عارف ازاي بتتعمل فهدوقتي انا قريكم التجربة مع اليوتيوبر اللجنبي دوت فزاي انتو شايفين يا شباب هو اقربوا معي تحت زي ما انتو شايفين بكاكس وتواحدة تراب دور واحدة بس تراب دور واحدة بكاكس زي ما انتو شايفين هو وعاية بيشرح بس انا اختصر لكم الشرح دوت بعد كده حطوا تراب دور في الاول كده شباب زي ما انتو شايفين يحطها ويبدأ يفتحها ويقفلها دي الطريقة العادية جدا لكن انت لو قربت منها في قريب طبعا من كيفينج يكون قريب كده جنب اللوفة والحاجات الاسطورية عشان تلاقي دايموند بعد كده شاب تقربه من التراب دور اوكي ينفع تقرب من التراب دور اوكي تقرب من التراب دور هو مقفول بعد كده تفتحه واتلاقيك نزلت تحت التراب دور بالطريقة اللي انتم شايفينها دي بعد كده تقدر تطرع البيكاكس بتاعك الاسطوري وتبدأ تكسر وتدخل جوه الكيفينج وتجمع دايموند وهو لا دايموند انت يا شباب انتم متخالين يلا بنا نجربها لتس جو اوكي شاباناتو دلوقتي جيت لكم بالخير على الاسطورية بتاعت التراب دور والبيكاكس طبعا انت اي تراب دور تقدر تستخدمه معادة الايرون اللي هيبقى صعب معاك دلوقتي انك تقدر تجمع موارد بالدايموند وهو حاجات كتيرة جدا فهنا دلوقتي ادور على كيفينج فاعمل جيمود اسبكتير كده عشان ادور على كيفينج اسطوري كده زي كم كده يا شباب اوكي فيه كزا كيفينج تحت هنا فانا الصراحة عايز كيفينج يكون منور شوية فانا هروح الكيفينج ده اوكي اتوقع عن الكيفينج ده كويس جدا ولكن ما فوشش مكان ادراف في اوكي ادراف هنا فانا اعمل سلاش جيمود كده تاني اه اه لا لا بصدي كريتف كريتف بسرعة كريتف اوكي الحمد لله شباب بعد كده تروموا راحين هنا وتجيبوا البكاكس بتاعكم الاسطوري اي بكاكس بعد كده تكتبوا في الشات تراب دور طبعا انا مصغر الانفنتوري كده فانتو هتوقع عن انتو شايفين كويس ان شاء الله اوكي يا شباب بعد كده تجيبوا بتاعك كده بعد كده شباب تيجوا قدام المكان اللي انتو شايفينه كده يعني المكان اللي انتو هتبدأ وتشتغلوا فيه وتقف قدام وكده المهم ارجع لكم كل حاجة زي المكان بس اشانا بقى شايفين كويس والصوت يبقى تمام نوطي الصوت سيكا اوكي يا شباب كده كل حاجة بقيت تمام دلوقتي انا جاهز ان انا اعمل كيفينج وانا جيمود سيرفايفل هلانتم جاهزين يلا بينا دلوقتي شباب حطينا تراب دور المفروض ان اقفله كده وقرب منه وعمل كده اوكي نايس وقدر اكسر كمان اوكي دلوقتي انا ماشي في بلوكة يا شباب انتم متخيلين ان انا ماشي في بلوكة دلوقتي وقدر اكسر يمين وشمال ولكن في بلوكة واحدة في ماينكرافت دلوقتي انت لو مش تعال بلوكتين الموضوع عيبوز منك وترجع تعدها تاني فهي سهلة جدا وبسيطة وتستهيل التجربة شباب دلوقتي حتشوف خدعه صري جدا خدعة انفجار السمك ايوة خدعة انفجار السمك هتقول ليه زعم كامل زي ما انتم شايفيني يا شباب دلوقتي وق يعجي حط كمية سمك رايبة في نفس المكان او في نفس المربع اللي حطي فيه سمك في الاول عنا عمالي حطي سمك في مربع واحد تموت خيرين عمالي حطي كانبأكت سمك لحد دلوقتي وبعد كيا شباب سيما تشايفين هيكسر بلوكة لجنبه وهيحصل انفجار السمك تعالوا plankرب يلا بينا اوكي يا شباباناتو دلوقتي انا جايز ان انا اعمل خراج ديات فانا هامل هزاي ان انا هجيبalls والات ده العثواتو ليست خطان واحدة لشباب ولكن مليانitter سمك انا مش عايفي او وين ولكن ان شاء الله لايه هنا اه cute يا شباب طبعا انا عايز اللي مليان بس مش نفس النوع يعني كون انواع مختلفة هل انا اللي احط انواع مختلفة من عندي مليان في فى وباكل ما لدي اوكي بتبس دولات هنا عشان نعرف نجيبه مع قطول كده يا شباب اوكي segu leather دلوقتي عملنا واحدة اوكي ايوا كده اوكي يا شباب اوكي اوكي يا شباب يلا نحط النوع اللي بعده نحطه طبعا كمية كبيرة اوكي اوكي يلا النوع دوت اوكي فين مكان اللي قدر حط منه اوكي هنا مقدرش حط تاني مقدرش حط تاني 3 2 1 يا شباب فعلا السماء شوفوا يا شباب يا عمري خرعة أسرية جدا يا شباب وجلت تستهل التجربة ويا الله بينا ناخرها لمعدها ويا الله بينا نشوف آخر خرعة في مقطع النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما نشافين يا شباب جاب شجرة قصر حوالينا بعد كده نزلت ثلاث بلوكات لتحت توقع يوم ثلاث بلوكات حط في تحت الشجرة بزبط واحدة ليفر ويتفاها عمل عن أحيات تانية بعد كده يا شباب حطوا واحدة ريدستون على ديرت وبعد كده جابت ترش وحطوا حوالينا الديرتاية بعد كده قصرت جنب المكان وحط المفروض اللي هيحصل دلوقتي الشباب ان اي حد هيجي يكسر الشجرة دية المفروض انه اهو الشباب شوفوا يكسر الشجرة عادي بعد ما يكسرها بوم واو يا شباب انت متخالي اللي هيكسر الشجرة دي هيفي بفجرة يا شباب حيزنا نعمل المقلب ده في مين في دومتي لايف كتبولي تحت في الكومنتات يلا وينا نجربه اوكي يا شباب انا حاولنا نعمل معاكم الخدع دية بدون ان انا اتذكر اي حاجة الصراحة مش فاكر حاجات غير حاجات بسيطة ولكن هنعملها مع بعض دلوقتي لقيت شجرة الوحدة وممكن يكون اي حد نفسه يكسرها لانها الوحدة كده وطويلة وكويسة فانا دوقتي هكسر حالنا موما اجاب لكم تورش عشان انتم مشايفين انتم كويس فهحط لكم تورش هنا كده اوكي يلا شباب اوكي بعد كده هنكسر كده زي ما انتم شايفين ننزل تلا بلوكات تحت بنفس الطريقة اللي انا نزلت بها دي وتسيب اخر بلوكة تحت الشجرة اللي هي بلوكة وطبعا تلقيت بلوكة ديرت واو وكي يا شباب بعد كده هتجيبوا ليفر اوكي بعد ما تجيبوا ليفر تحطوا ليفر هنا وتقفلوه اوكي بعد ما تقفلوها اتجيبوا حباية ريدستون ريدستون العادي واخلوا معايكم ريدستون طورش اتحطوا حباية ريدستون هنا المفروض انها تتطفي اوكي المفروض انها تشتغل كده هتحطي جينا تتطفي ايوة بالزبط جيه Thunder كل حاجة هنا تتطفي المفروض الطورش ده تتطفي كده تقوم تكسر هنا وهنا 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 دي الاماكن اللي قدامها الطرش. بعد كده تجيب حبات التين تي بتاعتك الجميلة الظريفة. تحط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. بعد كده تقفل مكانك الاسطوري كده يا شباب. وتخفي اي حاجة لها علاقة بيك. يعني مسلا تشيل الحاجات دي كده. اوكي. اوكي. اوكي يا شباب. يلا. دلوقتي انا هعمل نفس جيم وكأنه لعب مايني كرافت اللي هعمل فيه المقلب دوت في سيرفر ضمتي لايف. اكتبو لي تحت في كومنتات اعمل المقلب ده في مين. اوكي يا شباب. اوكي يا شباب. شباب اتمنى 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 من كل واحد بتفرج عم المقطع داي ضغط لايك واشترك في القناة واشترك في الدنيا. سلام. مكماليون بيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القدوب مكماليون. احنا زوج عيلا مش جمور. بنصنع المتعب نعمل من الدحكة فنون مكماليون